شوية انت مجربتش وحتى لو مجربتش انت المصار نفسه بيقولك ان في حاجة مختلفة بتحصل مش بس الحوار او فكرة القناع على الحوار ولكن من قبلها بشوية هنتكلم على ان احنا قنون التوارئ نتلغى صح قنون التوارئ تعدل اطلقت السراتيات الوطني راح وانسان بقى في لجنة عفو بتخرج الناس موضوع ان الركابة القضائية ترجع على المتخابات كل دي مؤشرات بتقول ان في محاولة حقيقية وإقراضة حقيقية الخلق مناخ ديمقراطي والخلق حالة من العمل الجماعي طيب داي خليني اسألك على انه بالتصورات او الابعاد الكلاسيكية جدا ما الذي يدفع دولة قوية صحبة سيادة كاملة داخلا على اراضيها خارجا على حدودها مشى فيه مسارات اقتصادية الا اذا او اذا لما ننحي الازمة بتاعة كورونا او الحرب فمشى فيه مسار اقتصادي جيد جدا المرحنة بتاعها صاعد باعتراف الكل صحيح عندها توافق عام حتى ما بين المشاركين في العمل السياسي الى انها تقول على لسان رأسها وقيادتها السياسية احنا عاوزين نعمل حوار وطني وعاوزين نعمل اعادة تفعيل للجنة العافة الرئاسية في الحالات العادية جدا زي بكتوك الكلاسيكية هي مش محتاجة تعمل دا هو الحقيقة دا توجه دولة في تأديري من اول لحظة لان لو تفتكر يا يوسف الرئيس من بعد تولي السلطة هو قام بلقاء مجموعات كتير صحيح قابل الاعلاميين قابل شباب الاعلاميين قابل شباب قابل رجال اعمال قابل حتى الاحزاب دي في فترة مصبوط يعني بعد ما تولى للحكم على طول وابتدى حوارات نوعية شوي هيمكن ركز مع الشباب لانها الفئة الاهم وعمل فعالية كتيرة الشعاب تكلموا فيها وقالوا رأيهم في كل حاجة تقريبا المرأة كان لها فعليات برضو زول احتياجات الخاصة الكلام دا كله ابتدى يفتح نقاشات نوعية وكانت المرحلة دي هي مرحلة صنقية شوية كان فيه ناس بتنوك كل يوم وارهاب وانفجارات ووي 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 وده في اي دولة في العالم لما دا بيحصل يعني احنا بنشوف مثلا في فرنسا نتلترى اي دولة لما بتحصل عملية ارهابية دايرة الاشتباب توسع جدا درجة ان انت ممكن يتقبد على كل العرب اللي موجودين في مدينة ما اللي حصل فيها الموضوع وده حصل كتير والانغلاق السياسي اشتاد بها طول بالضبط فده كان حاصل في مصر في مرحلة اول ما ابتدينا ان احنا نحق مكاسب ومؤشرات الحرب على الارهاب تبقى مؤشرات ايجابية جدا ابتدت دولة تتوجه لحالة الانفراجة في الحريات سواء عن طريق لاجنة العفو الأولى او التانية او عن طريق بعض القرارات المهمة جدا اللي هي بتدت تاخدها واللي عالم اشد بها يعني الغريب ان انت برضو لما تشوف دول كانت طول الوقت بتهجمك في ملف حول انسان وتشوف موقفهم دلوقتي زي ما حصل وزي ما حصل في القب يعني كمة المناخ والناس القابل الرئيس ما حدش تتكلم في الموضوع هنا وتشوف رد بعض الناس او الكينات او الاطراف المصرية على ده تحس بتنقض غريب قوي يعني انت في دول كانت سماسكا تقول الوقت ما وضحوا الانسان ده تقول ايه الحياة ودلوقتي تقول العكس في الوقت اللي قامت تقول في العكس انت جوه مش عجبك صحيح فده ده طبعا حالة من التناقض الكبير الغير مفهوم يعني لجنة زي لجنة العفو دي الحقيقة ان هي بتحاول تقوم بدور مهم طبعا والدور ده خطر يعني احنا شغالين وفي طول الوقت فعلا مرعوبين من فكرة ان يتصرب اي حد ليه قوائم لجنة العفو حد ارهاب بتاع سعيدها احنا مندور البلد فاحنا بنقوم بعمل في متقن بقى فمنهم بعمل متقنة دقة في نفس الوقت ما فيش تقدير لده من بعض الاطراف وده بالنسبة لنا يعطل شغل لجنة العفو مش يخليها ماشي كويس لان دعم لجنة العفو وان الناس تبقى في ظهرها ده جزء اساسي في شغلها الحاجة التانية احنا لجنة العفو مش دورنا ان احنا الرئيس مسلا دهنا مفتاح السجن قوليه روح بتاع السجون لان لو المنطق ده موجود يبقى لجوة السجون دول الناس بريئة يعني كل اللي لجوة السجون دول الناس بريئة وده مش حقيقي يعني في ناس احنا شفناها وعصرناها بتقوم بعمل عنف تقوم بعمل تخريب احنا الاخوان دول والارهاب واللي حصل ده كله طب الناس راحت فين هم دول جوة السجون انا عايز له حركة يوسف ان فعلا احنا بيكلمنا ناس في لجنة العفو بتبقى ايمة بعملات الارهابية وبالرغم يكربوا وعايزين عفو وشايفين نفسهم بريئين يعني غريب جدا 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 هو عقدتهم كده يا جماعة يعني وبعدين معليش مفيش حد يقولون عفو انا ارتكبت حاجة او يعني كل الناس يقولك انا بريئة مش غيرت اللي يقولي انا قاضي بالزبط او انا عملت او انا فعلي فالموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلها والغلطة فيه فعلا ممكن تؤدي الى كوارث فالتقني والتطقيق والرجوع للاجهزة الامنية واستطلاع القراء من الاطراف المختلفة حوالين كل اسم ده مهم جدا وإلا هنهتسبب في كوارث اشتركوا في القناة